السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الخير عليكم إخواني الفلاحين والمربين ومرحبا بكم في رقم الإرشاد الفلاحي نتكلم اليوم على تربية الأغنام وموضوعنا اليوم الخاص بهذا التربية يتكلم على التسمين أو المعروف باسم الجراسة واللي هو من أهم الأنشطة الاقتصادية والزراعية اللي يقوم بها المربي لأن الربح فيها كبير وسريع ثاني الفان اللي تفاطمت يختار منها المربي اللي تروح للجراسة ويشد اللي رايحة تولي فحولة واللي يجدد بها القطيع نتعوه والجراسة إما تكون الخرفان موجهة لسوق اللحوم الحمراء ولا للأعياد المهم ما لازمش هذه العملية تفوض ثلاث أشهر أخي المربي قبل ما تبدأ تقرس الخرفان نتعوك لازم تدير لها التجريع ضد الطفيليات الداخلية والخارجية ولازم الفاكسين ضد الطراف تبدأ عملية التسمين والجراسة بمرحلة تمهيدية أو ما تعرف بروداج وش معناها؟ نبدأ نولف الخروف انتاعي بالشوي والمدة أسبوعين على راسيون انتاع التسمين أي أني نبدأ من اليوم الأول نزيد تدريجيا العلف المركز حتى نلحق لليوم 14 بعد هذه الأسبوعين نقدم لهم الراسيون واللي هي واحد كيلوغرام علف مركز بحيث نعطي لهم 700 غرام شعير زايد 300 غرام انخالة زايد قرد ولا تبن ولا صفصفا زايد معاهم الـ CMV اللي هي مكمل معدني فيتاميني وما تنساش أخي المربي تقسم هذا الراسيون على مرتين في اليوم حتى تعطي الوقت للجسم الخروف بش يستفاد منها ما ننساش تاني أخي المربي نمد المال للخرفان انتاعي وما نطلقهاش تمشي لمسافات كبيرة بش ما تضيعش قعوش كلات وتكون مقسمة مجموعات متجانسة يعني نفس السن ونفس الجنس بهذا ننهي معكم اليوم إخواني فلاحين نتمنى أنكم استفدتوا معنا ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالمعهد التكنولوجي الفلاحي المتخصص بالجلفة وفي أمان الله